الدرس الرابع حرف الخاء في الترمي الثاني للصف الأول الابتدائي ذهبت مع أبي إلى سوق الخضار والفواكه اشترى أبي خياراً وجزراً وبالطيخاً وخوخاً غسلت أمي الخضار والفواكه الخوخ لذيذ ذهبت مع أبي إلى سوق الخضار والفواكه اشترى أبي خياراً وجزراً وخوخاً وبالطيخاً غسلت أمي الخضار والفواكه الخوخ حلم ولذيذ الطعام أحمد ذهبت مع أبي إلى سوق الفواكه والفواكه اشترى أبي خياراً وخوخاً وجزراً وبالطيخاً غسلت أمي الخضار والفواكه وقدمته لنا الخوخ حلم ولذيذ ألاحظ الصور وأقرأ الكلمات خضاراً خوخاً وبالطيخاً خوخاً ألاحظ الصور وأقرأ الجمل ذهبت مع أبي إلى سوق الخضار والفواكه اشترى أبي خياراً وجزراً وخوخاً وبالطيخاً ذهبت مع أبي إلى سوق الخضار والفواكه اشترى أبي خياراً وجزراً وخوخاً وبالطيخاً اشترى أبي خياراً وجزراً وخوخاً وبالطيخاً غسلت أم الخضارة والفواكه وقدمتها لنا الخوف حلو ولذيذ غسلت أم الخضارة والفواكه وقدمتها لنا الخوف حلو ولذيذ غسلت أم الخضارة والفواكه وقدمتها لنا الخوخ علم ولذيذ أقرأ الكلمات خوخ بالطيخ خضار خيار خوخ بالطيخ خضار خيار خوخ بالطيخ خضار خيار أقرأ الكلمات وأجرد الحرف الملونة خوخ الخوخ الخاء عليها فتح خ خضار الخاء عليها ضم خوخ خيار الخاء تحتها قسرخي لا أطيل عند نطقها خوخ الخاء عليها فتح خ خضار الخاء عليها ضم خوخ خيار الخيار الخاء تحتها قسرخي لا تطولي خوخ 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 الخوخ الخاء عليها فتح خوخ خدار أكثر من هذا كلها خوخ خوخ خيار الخاء عليها ضم خوخ خيار الخاء تحتها قسرخ خيار أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل المجد نلاحظ أميزه أميزه السوس الملونة خوخ خوخ الحف겠� وبعد ذلك في الثانية ، خاخوخي 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 الخاء تكتب عند كتابة الخاء نكتب الخاء هكذا ثم نعود للخال ثم نعود للأماء نصعد ثم ننزل ثم نعود وهكذا تكتب الخاء الخاء هكذا ثم نضعه النقطة فوقه أرسم دائرة حول حرف الحرف خاء ثم أكتبه مع حركته الخاء نضع عليها دائرة خيمة بخور الخاء عليها دائرة ونضعه فوقها ضمة كوخ الخاء عليها دائرة خروف الخاء عليها فتحه ونضع عليها دائرة بالطيخ الخاء عليها دائرة مع حركته وهكي فوازا في تحويله المفرد إلى مثنن تفاحة تفاحتان تفاحة تفاحتان ولد ولدان ولد ولدان جزرة جزرتان جزرة جزرتان خيارة خيارتان 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 بنت بنتان بنت بنتان أحمد تفاحة تفاحتان ولد ولدان خيارة خيارتان جزرة جزرتان بنت بنت بنتان هكذا يكتب حرف الخاء في البداية في الوسط في النهاية وهكذا نكون قد انتهينا من حرف الخاء وفي الختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته